بالنسبة لأخبار اللي حصلت في محافظات مصر مبارح تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 13 ميدان لإعادة رونق الحضاري في محافظة المنوفية أما في شمال سينا فتم وضع حجر الأساس لمشروع سوق السمك بالعريش مبارح كمان في محافظات مصر تم تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى الميداني بالسبعية في أسوان وفي المينيا في سبع محطات مياه شرب حصلوا على شهادة الأيزو في السلامة والصحة المهنية وأخبار تانية كثير من محافظات مصر بسياقة التقرير محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار وأحداث كثيرة في المنوفية تم تطوير 13 ميدان ضمن خطة رفع كفاءة الميدان العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على القيمة الجمالية وإعادة الميدان لرونقها في الدأهلية تم استلام 500 ألف زريعة من أسماك البلطي دعماً من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتم تشكيل لجنة للإشراف على أعمال إلقاء الزريعة بفروع النيل بنطاق مدن الدأهلية لدعم وتنمية الثروة السمكية في شمال سينا تم وضع حجر الأساس لمشروع سوق السمك بالعريش وبيحتوي المشروع على محلات أطاعي وجملة وسوبر ماركت وتلاجات مركزية ومصنع لتدوير مخلفات الأسماك تكلفة المشروع حوالي 78.6 مليون جنيه في بنسويف تم تنفيذ قافلة طبية بقرية تضامن مركز سماسطة مكونة من 6 عيادات في مختلف التخصصات وتم الكشف على ألف وواحد مريض وصرف العلاج لهم بالمجان فأصوان تم بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوي المؤقتة بالمستشفى الميداني بمدينة السبعية بطاقة 14 مكينة غسيل كلوي مجهزة على أعلى مستوى للتسهيل على المرضى اللي كانوا بيتحملوا مشقة الزهاب لأقرب مركز للغسيل الكلوي واللي بيبعد بنحو 5 كيلو متر بمنطقة حاجر السبعية في المينيا حصلت سبع محطات مياه شرب وصرف صحي على شهادة الآيزو في السلامة والصحة المهنية وده ضمن الاهتمام بتأمين وسلامة العنصر البشري وتوفير عوامل السلامة والصحة المهنية وشملت تلك المحطات محطة رفع صرف صحي أبيوها بنيع بيت بمركز أبو قرقاس ومحطة مياه الرحمانية والتل بني عمران بمركز دير مواس ومحطة مياه معصارة ملاوي ومحطة السلام المرشحة بمركز بني مزار بالإضافة لمحطة مياه سلطانة بالمينيا في قنة أعلنت المحافظة عن توفر لحوم بلدية بسعر 220 جنيه للكيلو بمنافذ الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمدينة قنة وده في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للمواطنين محدود الدخل ومراعاة للظروف المعيشية في الغربية نظامت مديرية الطب البيطاري اتنين من القوافل البيطارية المجانية بقريتي بلاي مركز الصنطة وبالإينة مركز المحلة الكبرى وده في إطار تنفيذ فعليات القوافل البيطارية للقرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة وخلال القوافل تم الكشف وتقديم العلاج لـ 595 حيوان وـ 4995 طائر وصرف التحصينات والأتوية اشتركوا في القناة